الحكيم والعقرب جلس رجل حكيم على ضفة نهر يتأمل سحر الكون وجمال الماء فرأى عقرباً وقعت في الماء قرر الحكيم أن ينقذها فلسعته فأخذ الحكيم يصرخ من شدة الألم إلا أنه مد يده مرة ثانية لينقذها فلسعته ثانية وكرر ذلك ثلاث مرات حتى نجح في ذلك على مقربة منه كان يجلس صبي يراقب ما فعل فقال أيها الحكيم ما بالك؟ العقرب تلسعك وأنت تحاول إنقاذها رد الحكيم يا بني من طبع العقرب أن تلسع ومن طبعي أن أساعد وأعطف فلا أريد أن يغلب طبعها طبعي عامل الناس بطبعك لا بطباعهم وعاملهم كما هم وليس كما تحب أن يكونوا وإلا تعبت وأدعبك ترجمة نانسي قنقر